السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الرابعة المكثفات 4 إلى 6 شحن المكثفات وتفريغها في الدائرة الكهربائية التالية يتم في البداية توصيل المفتاح بالطرف P حيث تكون الدائرة مغلقة فيمرو التيار الكهربائي فيشحن المكثف بواسطة البطارية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المايكرو أميتر حيث تكون شدته كبيرة ثم تنخفض تدريجيا إلى الصفر جليلا على شحن المكثف كليا وعند توصيل المفتاح بالطرف Q يفرغ المكثف شحنته خلال المقاومة تدريجيا ويلاحظ مرور تيار كهربائي بالاتجاه المعاكس يبدأ بشدة ثم ينخفض تدريجيا إلى أن يصل إلى الصفر ونستطيع تمثيل تفريغ المكثف للتيار الكهربائي بالعلاقة البيانية التالية فعند تفريغ المكثف تتدفق الشحن الكهربائي من المكثف وعندها فإن فرق الجهد الكهربائي ينخفض وبالتالي تنخفض شدة التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية ويتشابه الرسم البياني هذا مع الرسومات البيانية لضمحلال السعة في الاهتزازات المخمدة والرسومات البيانية للإنحلال الإشعاعي ويسمى هذا النوع من التغير بالإضمحلال الأسي ويوصف بالصيغة X تساوي X نوت E أو السالب KY حيث X هي المتغير التابع و Y هو المتغير المستقل و K هو الثابت و X نوت هي القيمة الابتدائية القصوى المتغير التابع و E هو ثابت طبيعي يساوي تقريبا 2.7 عوامل تؤدي إلى زيادة زمن تفريغ المكثف واحد زيادة المقاومة عند استخدام مقاومة كبيرة يعني ذلك انخفاض في شدة التيار الكهربائي لذلك سيكون تدفق الشحنة الكهربائية من لوحي المكثف أبطأ فيستغرق المكثف زمنا أطول التفريغ 2. زيادة سعة المكثف استخدام مكثف ذو سعة كبيرة مع وجود مقاومة ثابتة يؤدي إلى أن المكثف سيخزن مزيد من الشحنات الكهربائية حسب العلاقة C تساوي Q على V وبالتالي سيستغرق المكثف زمنا أطول لتفريغها وبالتالي فإن الزمن الذي يستغرقه تفريغ المكثف يعتمد على كل من سعة المكثف سي ومقدار المقاومة في الدائرة الكهربائية R وتسمى الكمية R-C بالثابت الزمني لدائرة تتكون من مكثف ومقاومة ونرمز له بالرمز Tau حيث C هي سعة المكثف وR هي المقاومة ونعرف الثابت الزمني بأنه الزمن الذي يستغرقه التيار الكهربائي في الدائرة لينخفض إلى 1 على E من قيمة شدة التيار الكهربائي الابتدائي حيث E هي الدالة الأسية ومنها فإن Tau يساوي R-C ويقاس الثابت الزمني بوحدة الثانية ونعبر عن شدة التيار الكهربائي I في أي لحظة زمنية من خلال معادلة الإضمحلال الأسي I تساوي I-NOT في E السالب T على RC حيث I هي شدة التيار الكهربائي وI-NOT هي شدة التيار الكهربائي الابتدائي وT هو الزمن وR-C هو الثابت الزمني Tau ونستطيع حساب فرق الجهد من خلال معادلة الإضمحلال الأسي كالتالي V تساوي V-NOT في E السالب T على RC فV هو فرق الجهد عند أي لحظة وV-NOT هو فرق الجهد الكهربائي الابتدائي كما نستطيع حساب الشحنة الكهربائية من معادلة الإضمحلال الأسي كالتالي Q تساوي Q-NOT في E السالب T على RC حيث Q هي الشحنة الكهربائية عند أي لحظة وQ-NOT هي الشحنة الكهربائية الابتدائية وليجاد كل من الزمن T أو الثابت الزمني Tau من معادلة الإضمحلال الأسي نستطيع اتباع الخطوات التالية من معادلة الإضمحلال الأسي لشدة التيار I تساوي I-NOT E السالب T على RC نقسم المعادلة على I-NOT فتصبح المعادلة I على I-NOT تساوي E السالب T على RC وللتخلص من E نضيف L-N في المعادلة وتصبح المعادلة L-N I على I-NOT تساوي L-N E والسالب T على RC ثم تلغى L-N مع E لتصبح المعادلة L-N I على I-NOT تساوي سالب T على RC ثم نستطيع ايجاد كل من الزمن أو الثابت الزمني من خلال الضرب التبادلي فالإيجاد الزمن T يساوي RC ضرب L-N I على I-NOT والإيجاد الزمني Tau يساوي سالب T على L-N I على I-NOT ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر